موسيقى في بعض الأمور بيحصل فيها لغة اللي هي ايه يجي حد من شباب المحامين الزباينة اللي لسه مبتدئ يسألني سؤال يقولي اصال الأمانة ده عايزين بين طرفين انا واحد يداني اصال الأمانة بس هو فيه طرفين مش ثلاثة ينفع ارفعه وينفع اصال أمانة ولا كده كده هياخد براءة الكلام ده اللي واحد لما بيسمعه بيبقى زعلان شوية ليه لان احنا النهاردة عندنا جريمة خيانة الأمانة دي جريمة القانون اشترط فيها انها اذا وجود عقد من عقود الأمانة الخامسة نبقى بصدد جريمة خيانة الأمانة ايه هم عقود الأمانة الخامسة؟ واحد عقد الوكالة يعني ايه عقد الوكالة؟ يعني عقد الوكالة ديني صورة منه عشان افهم ما تقعدش تقولي الكلام نظري عقد الوكالة ابسط صورته اصال الأمانة اللي هو استلمت انا احمد فوزي من الاستاذ محمد مبلغ لتوصيله للاستاذ علي هنا انا وكيل وحتى ويجوز ان اكون وكيلا باجر او بغير اك فدي صورة من صور اصال الأمانة عقد الوكالة يعني لو اضي يعني في الجلسة اقول لك أيستاذ انت امام عقود من عقود الأمانة الخامسة اللي هو ايه عقد امانة عقد عارية الاستعمال يعني ايه عقد عارية الاستعمال عقد قائمة المنقلات الزوجية ما ده هو اسمه عقد عارية الاستعمال انا استلمت الشيء منك عشان استخدمه بدليل ان عقد عارية الاستعمال لو المنقلات بوظف او تهلكت انت بتدفع لتمنها لانه هو اصلا انت بستلمها على سبيل الاستعمال فده عقد اللي احنا كلنا بننفعه بتاع قائمة المنقلات الزوجية بنقول عليه عقد عارية استعمال طيب ايه تاني عقد الايجارة يعني عقد انا مأجر شقة لا عقد ايجارة منقول يعني اديك مثال حضرتك انا اجرت منك عربية تمام وخدت العربية ومرجحتهاش ده عقد خينة امانة وتلاقي برضو بعض اللي هم مش شطار يعمل لك ايه يقول لك حضرتك تاخد عربية حاضر اكتب لك اصالات امانة في شركات التاجية لانهم اخذين معلومة من حد من شطر اكتب لك اصالات امانة بالطبع للعربية يا حبيبي ما هو عقد الايجارة عقد امانة تقدر ترفع بيه كأنك رفعت بالاصال امانة لانه هو عقد من عقود الامانة الخامسة فاذا ادي ده العقد التالت وعقد الراهن عقد من العقود الامانة الخامسة اللي هو العقد الرابع وعقد الوديعة اللي هو بدأنا بيه سؤالنا لما يجي لك زميل يقول لك انا معايا اصال امانة باطرافين مش بتلاتة واحد يقول له ده باص ده ما ينفعش ليه يا حبيبي ما بص اصال امانة لانه عقد الوديعة انا اودعت مئة الف جنيه عند احمد فوزي خلص هو ده عقد وديعة فاذا هو عقد من عقود الامانة حتى برضو اللي بيحصل فيها لغة لما يجي واحد يكتب اصال امانة ويقول لي ايه انا كاتب تاريخه ايه المشكلة باص اصال الامان ببص اصال الامان يجي يقول لي ايه انا طرقت اصال الامانة واحد واحد 2017 واحنا النهاردة في واحد واحد 2020 انقضت الدعوة الجنائية لإصال الامانة لانه عدى ثلاث سنين اقول له الكلام ده من الصح مين قالك الكلام ده متى تقع جريمة الخيانة الامانة تقع منذ منذ ان يتم طلب المال وحضرتك ترفض يعني ايه الكلام ده يعني اول ما اجي اقول لك سلمني يا استاذ محمد فلوسي اللي في إصال الامانة وانت رفض اعدت ثلاث سنين يبقى تقع الجريمة من وقت مطلوب يعني ايه يعني اديك مثال بعت لحضرتك انظار قلتلك انت لي عندك اصال امانة وعايزك انا مش عايز ارفع قضية عليك وابدأ معك بمشاكل بعت لك انظار قلتلك يا استاذ فلان انا لي اصال امانة عندك المفروض تجيبه واعدت بعد الانظار ده ثلاث سنين مرفعش الجنحة سقطت الجنحة لان الجنحة تقع من وقت مطلبتك المدة ااسف تقع من وقت المطالبة ليه لان طول ما انا ما طلبتكش انت يدك على المال يد امينة متى تقع الجريمة عندما تنقالب يدك من على المال من يد امانة الى يد انك تستولى على المال وتاخده اليد طب امتى يحصل ده لما طلبك وما تدفعش يبقى هنا نيتك اتغيرت من ايد امانة الى يد الاستلاء والاستحواز على المال فمن وقت المطالبة تقع المدة وليس من وقت تحرير الورقة او الوقت المكتوب في الورقة عشان بس بعض الحاجات دي بتحصل لا وان شاء الله برضو احنا في اي استفسارات تقولوها ربنا يكرمنا ويوفقنا ان احنا نقدر نرد عليها على السادة زمائلنا ان شاء الله والجمهور برضو طبعا اشتركوا في القناة